نتيجة إيجابية نتيجة إيجابية نتيجة إيجابية بكل صراحة نضم أننا نستحق أفضل لكن الضغط الرئيب الخاص بك المساند بجماعيره فهو خلاهم أنهم يرجعوا أنهم في مقابرة خصوص في الثقاء آخر في وقت من الأوقات كانوا استطاعوا يسجلوا علينا هدف ثاني للأسف نزل نقصنا حيث تهديفه لنقدرون قتل المقابلين ونقوموا في وجود السفر لكن عليهم من واحد خارج الميدان فهي نتيجة إيجابية اللاعب من قتلهم لعبنا مباراة كأس العرش وعندما كانت توقف في الريتماسي قليلا مع تاوي المباراة تأكيد غلقوا الأقع دينا وأكيد أن فرق حسنية قادير غايبان ومظهر أفضل لنا هذا اليوم نطوات سبحان شاء الله وركزوا على المقابلات البطولة البطنية إن شاء الله أولا نشكر اللاعبين عن المجهود خاصة قدام وعد الخاص من اللي لم نكن نعرف عليه الشيئ الحمد لله خرجنا بواعد نديجة إيجابية من سبالينا لها واحد لواحد تعدول أو كنتمنى أننا ننسوا المقابلة ونفكروا في المقابلة اللي غادكون العودة في دولة المغرب كنتمنى أننا إن شاء الله نحقوا فيها نديجة إيجابية تأهلنا للدور الموالي الحمد لله قدمنا بورا قوية كان بالإمكان أفضل من المكان ولكن الحمد لله قدرنا نسار المتش عشان نطلع بنتيجة إيجابية كنا منقدر نحافظ على الهدف اللي سجلنا ولكن جاء لقول عنينا بهفوة نوعا ما ولكن الحمد لله قدرنا نسار المتش وطلعنا فيه بنتيجة إيجابية بتعدل إيجابي تان ميرت أكدود حسنية بعدها لنشاهد اشتركوا في القناة وضع ترجمة نانسي قنقر مدرد زينير سويد pm اشتركوا في القناة